أعلنت وزارة التنمية الاجتماعي بمثالة بإدارة التأهيل الاجتماعي جهزيتها لاستقبال الطلبة من فئة ذوي الإعاقة في الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025 مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 حرصت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة التأهيل الاجتماعي على تجهيز الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية لاستقبال الطلبة من فئة ذوي الإعاقة حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتأمين احتياجات الدور والمراكز اللوجستية والبشرية وتم تشكيل فرق متابعة للصيانة للتأكد من جاهزية المرافق من حيث التكييف والإنارة وتجهيز الصفوف بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية كما أجرت الهيئة الإدارية زيارات تفقدية للإطمئنان على جاهزية الدور والمراكز هذا واتخذت وزارة التنمية الاجتماعية سلسلة من الإجراءات المهمة منها تجهيز البرامج التأهيلية الأكاديمية والمهنية وإجراء التقييمات اللازمة للطلبة ووضع الخطط التدريبية الفردية وتوفير الحقائب المدرسية وتنظيم خدمات النقل وتعيين مرافقين للطلبة في جميع الحفلات بالإضافة إلى ذلك حرصت على تدريب العاملين على كيفية التعامل مع طلبة ذوي الإعاقة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تأهيلية تربوية لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم بأعلى جودة لبدء عام دراسي مليء بالنجاح والتفوق والتمييز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر